تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أزدل استتار على فعاليات طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهوة بتسجيل نجاح جديد في النسخة الرابعة وتطور ملحوظ على مستوى المنافسة والمشاركة الواسعة وأقيم اليوم الختامي في منطقة لسخير حيث تمكن الدراج محمد حسن جواد من فريق فيكتوريوس من احتلال المركز الأول في المرحلة الرابعة فيما حل ثانيا زاميله في الفريق محمد عيسى الغيس والمركز الثالث عقيل ثامر من فريق جاينت أما على مستوى الفئة المفتوحة للبحرينيين والخليجيين والأجانب المقيمين في البحرين حل الدراج الإماراتي ماجد محمد من فريق شرطة دبي في المركز الأول وعلى مستوى الأقمصة للبحرينيين لأبطال الطواف حاز على القميص الأصفر لأفضل زمن دراج فريق فيكتوريوس محمد عيسى الغيس ليكون بطلا للطواف بالزمن أما على مستوى الفئة المفتوحة للدراجين من دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب حصل على القميص البرتقالي الدراج الإماراتي حمد الصابري من فريق شرطة دبي لأفضل زمن وعلى مستوى سباق ذوي الهمم فاز بالمركز الأول على مستوى البحرينيين الدراج يوسف جناحي والمركز الثاني موسى الصائغ والمركز الثالث سيد نور الوداعي وفي فئة الخليجيين فاز العماني سامي الإسليمي بالمركز الأول والإماراتي عائد علي في المركز الثاني والمركز الثالث سعيد راشد من الإمارات فيما توجى الدراج الشيخ علي بن خالد آل خليفة بالمركز الأول على مستوى فئة المكفوفين هذا وأقيم سباق السيدات لمسافة أربعين كيلومتر حيث جاءت الدراجة فاطمة الطائف المركز الأول للترتيب العام فيما تصدرت الدراجة مريم الخلاصي ترتيب سباق البحرينيات والمركز الثاني من نصيب فاطمة حسين والمركز الثالث فاطمة مراد أما على مستوى فئة الخليجيات والأجانب جاءت في المركز الأول فرح المري من الإمارات كما أقيم مهرجان خاص للأطفال لأكثر من أربع فئات وسط مشاركة مميزة من الأطفال ومع ختام الطواف تصدر فريق فيكتوريوس الفرق البحرينية فيما تصدر فريق شرطة دبي على مستوى الفرق الخليجية والفئة المفتوحة والمقيمين ترجمة نانسي قنقر